حالة من الضعف الشديد تكشفت قبل انقضاء السنة الاولى من ولاية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ولاية تميزت بنعدام قدرته على مواجهة ضعوط القوى المتنفذ التي مكنته من الوصول الى منصبه في ظل افتقاره لاي سند حزبي عبد المهدي بدى وكأنه يمارس الحكم نيابة عن جهات خارجية واصبح مجرد واجهة لدولة عميقة منطوية في الكواليس بعيدا عن الاضواء بعد ان اعتمد اسلوب المراوغة لتفادي مطالبات داخلية وخارجية خاصة في قراره الفضفاض القاضي بالحاق ميليشيات الحشد بصفوف القوات الحكومية الا ان ايا من تلك الميليشيات لم تنفذ الامر تقارير اعلامية تحدثت عن السلطات غير المحدودة التي يمارسها مدير مكتب عبد المهدي ابو جهاد الهاشمي العضو البارز في ميليشيا بدر سلطات تقترب به من مرتبة الحاكم الفعلي للعراق اذ ان لدى الهاشمي تخويلا لتحريك القطاعات العسكرية في البلاد ومناقشة السياسة المالية للعراق مع المسؤولين في وزارة المالية فضلا عن احتكاره حق تزكية جميع المرشحين لشغل الحقائب الوزارية اما الاوساط السياسية فقد تداولت اسم قيادي اخر في ميليشيا بدر وهو ابو منتظر الحسيني المقرب من الحرس الايراني والذي تدرب في صفوفه كمرشح لشغل منصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء ويلتحق بذلك بزميله في ميليشيات الحجد زياد خليفة تميمي الذي يشغل منصب المفتش العام لوزارة الدفاع ما تقدم من معطيات يثبت ان ايران التي تدعم ميليشيات الحجد وساهمت اصلا في تشكيلها وتسليحها تساهم عمليا في قيادتها لتجعل منها جيشا رضيفا في العراق يعمل على تأمين نفوذها وقد يستخدم ايضا في صراع بالوكالة ضد الولايات المتحدة في حال تطورت حالة التصعيد القائمة الى صدام مسلح سيطرة ميليشيا بدر من وراء الكواليس على حكومة عادل عبد المهدي تفسر سلسلة قراراته التي تصب في المصلحة الايرانية بما في ذلك رفضه الالتزام بالعقوبات الامريكية على طهران او حتى الالتفاف عليها حين يتيسر له ذلك ترجمة نانسي قنقر